بسم الله الرحمن الرحيم ورجعت لكم في فيديو جديد بعد ما عملنا مع بعض الطورة تعالوا بقى نخش على صنية الشبكة اللازيزة الحلوة دي وكمان هنعمل طورة كده برضو صغيرة وحلوة او للتصوير وشيك كده في نفسها بص الصونية مختلفة بعض الشيء شغلها الى حد ما كله ليزر بس برضو في حاجات كده بتفرق جدا في شكلها طبعا عملنا مع بعض دي في الفيديو المرة اللي فاتت لو ما شفتوش الفيديو انزله تحت في صندوق الوصف وهحط لكم لينك الفيديو بتاعه عملنا مع بعض صواني كتير قوي قبل كده لو انتوا عايزين تشوفوها برضو هتلاقوها في صندوق الوصف او خشوا كده خشوا خدوا جولة في القناة عندي هتعجبكم قوي الشغل هند ميد اول حاجة هي طبعا الراجل جزايا الله كل خير جابها لي كده يعني يركبها هي عادة ما بتجيش متركبة هو بقى انت ممكن تاخدوا سكرين لشكلها كده وتقولوا لأي حد ينفزها لكم طبعا ده كله حفر ليزر لو انتوا برضو عايزين تشوفوا الحفر ليزر ده ممكنة بتعمله ازاي هنسيب لكم الفيديو بتاعه في صندوق الوصف ده كله ليزر فأحلى حاجة فيه سهل بصوا هم كم طبقة طبقة الخشب اللي تحت هي سميكة شوية واللي فوقها خفيفة اللي هي الدهب دي وكمان هو اللي عامل الاشكال دي كلها ليزر وبصوا بقى حتة الخاء بتاعت الدبل هو رفحها سنة رفحها سنة ولزقها طبعا من ورها هاريكو ازاي هي موجودة من ورها او لزقها من ورها وعملهم فبعا طبعا الخشب ده بتلزق ازاي ما انا لزقت معاكو واحد قبل كده بيتلزق ازاي اه 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 بصوا بيتلزق بامير ما بيبانش فيه اي حاجة خالص والتعاون مع الامير برضو يعني مش صعب قوي بس تكون حذرين قوي لان هو بيلزق في الايد وصق يعني بس هو يعني سهل في الشغل تمام احاول كده وريكو وصف دقيق ليها الف لفة كده عشان برضو انت عايزين تاخدوا كذا سكرين تاخدوه وتحاولوا بقى تعملوا حاجة قريبة ممكن تغيروا انتوا في شكلها زي ما انت عايزين الشغل الليزر يا جماعة بيبقى عند اي حد بتاع المطابع بتاع التباعة والنشر والحاجات دي ده برضو شكل الايه طبعا الاسبات زي ما انتوا عايزين والتاريخ زي ما انتوا عايزين والشكل كمان زي ما انتوا عايزين من الحاجات برضو حوارة دبلا طالع تريند قوي طبعا بتعمل كذا لون ممكن ترشوه لو انتوا مش عجيب كل لون ده ممكن تعملوا طبقة اتنين وهكذا تعالي نشوف مع بعض هنزينها ازاي بتشوف بكم ورد كده بسيطة ومش عاملين حاجة اوفر قوي ومش عاملين حاجة متصنعة او ورد شكله ومش لطيف لأ حاولنا نخلي الورد كلهم متناسق بعض طبعا ده الورد الاحمر اللي استخدمته في الطارة اللي على يمين خالص دي في الفيديو التانية وعايزين تروحوا تشوفوه والاصفر ده لأ انا استخدمتها في الطارة مش هستخدمها هنا والورد اللي هو الابيض ده الورد الابيض ده ورد عباد برضو والورد العادي اللي هو ورد الاحمر الفل وورد الابيض الفل احجمين كبير وصغير هنحاول نغلفهم او نعمل لهم زي ورد بطريقة مختلفة عشان مش تبقى كله كده مسكين حاجة خشب ملهاش لون ولا شكل ولا اي حاجة طبعا ده زوقيا بتاعكم انتم مش بتاعي فانا بس حبيت انا عايزة من الاخضر ده فحاول افصل الوردة عن الاخضر علشان هخليها هتشوفوا شكلها عامل ازاي انا حبيت اعمل فرع الاخضر طالعلي بفوق والفرع عكسي طالعلي تحت ممكن طبعا تحطوهم فرش وبعض تعملوا مجموعة في جنب واحد كذا شكل ده حسب زوقكو انتم وحسب يعني النظرة الفنية ليكو انتم عايزينها ازاي انتم عشفوني هعملها ازاي دلوقتي كان في حد علق لي قال لي انت بمتليش اماكن الحاجة منين بس والله الحاجة اللي غشك لها غريب او محدش عارفها انا بقول حتى لو حد سقلني في الكومنتات انا برد عليكو يعني على قد ما بقدر لو في كومنت انا نسيته او حاجة ابعتولي تاني يعني والله وحط حتى اكاونتاتي وحط كل حاجتي موجودة تحت الورد بييجي من عند اي حد من اي مكان بتاع بيبيع ورد فيه كمان المحلات بتاعة الورد الصناعي الورد البلدي اصدق بيبيع ورد صناعي تمام؟ فيه ناس قالتلي لا ده بيبيعوا بالبوكي او بالحزمة زي ما بيقولوا ما علينا اسمها ايه؟ الورد ده ممكن تجيبوه وتعنوه لحاجة تانية بصوا انا عملك كالتلات حاجات فانتو لو جبتوا حزمة واحدة ممكن انتهت حاجات دول تعملها لكم تمام؟ لو انتو تعملوا مثلا في خطوبة واحدة لك لو انتو شغالين في الشغل ده هي مش هتخسر معاكم ابدا تمام؟ بصوا انا جبت الخضرة هنا ورقة الخضرة اللي فوق تانية عكسها انا حبيت ان انا اعملها عكسي كده وهعمل برضو نفس الفكرة الورد الابيض الابيض ده في النص والوردتين حمر طبعا ده زوقيا ليكوا انتو انتو اتداروا تعملوها الخشب والليزر بيتجاب منين؟ اي محل بتاع دعاية واعلان فيه مكاتف دعاية واعلان اسألوا في المنطقة اللي انتو فيها يا جماعة عايزين نسأل ممكن اكيد كل منطقة فيها جروب جروب خاص او كده اسألوا لو انتو مش عارفين توصلوا لأي مكتب بتاع ليزر بس هو اقرب حاجة مكتب دعاية واعلان هو بيقصها ان هما بيشتعلوا في اليوفت والإكليرك وبيقص الحاجات دي كلها ليزر فاكيد هتلاقوا اقرب مكان ديكو هو ده تمام؟ هو اللي هيعمل وبيبقى عنده الخشب وبيعمل كل حاجة انت بتوري له التصميم وهو بينفزه لك هو بيعملوا على برنامج شبه الفوتو شوب كده مش عارف اسمه ايه بصراحة وبيعملوا بيصممه لك وبيدي بقى order للجهاز انه يعملوا بصوا شكلها قد ايه هي يعني رقيقة وهي سهلة جدا ماخددش مننا اي حاجة الراجل برضو مساهل عنه هو ملازق هو الحروف ولازق كل حاجة فده هو اللي هيعوقه هيعوقه يعني هيبقى فيه اعاقة ان انتو لو انتو عملتوها اعاقة صعبة دي اللي هو يعني هياخد منك وقت لو انتو عملتوها شوية اكتر بصوا بقى بيعمل زي العاشق والمعشوق كده او اسمها ايه ما علينا مش عارف اسمها ايه ما علينا بس ايه نفس الفكرة انا كنت عملت طورة معاياكو قبلي كده فهي نفس الفكرة لازم حاجة بتخش في حاجة وبيتلزق طبعا بالامير والدنيا حلوة ده بقى الوردة اللي هنحتاجه بنحاول طبعا عشان يبقى نعرف ننزقه على الخشب بنشيل منه الزيادات ممكن بالقصوفه وممكن بالمقص فيه مقصات بتقص الحاجات اللي هي دي وفيه مقصات لأ بس يعني عشان بيبقى ساعات سلكة فبيبقى صعب شوية لكن لازم قصوفه انا بقى حاول اعمل برضو هي نفس الفكرة نفس فكرة الطورة اللي هي حتة فوق وحتة تحت ورقة الشجر دي كانت برضو كانت متباقية من الوردة عندي او كده يعني بصوا شكلها عاملة واحد كده والتاني عكسي هنحاول بقى نعملهم الاتنين شبه بعض على قد ما نقدر يعني واحدة كده واحدة كده انا عكست هناك كان ابيض والاتنين اللي على الحرفة احمر هنا الاتنين ابيض عشان هنا اكبر شوية من التانية صوت يروح عفوا وزي ما انتو شايفين اعتقد بسيطة جدا وسهلة وما خدتش مننا اي مجهود تماما بس هي كل الفكرة تتمركز في ايه في الراجل بتاع اللي هيقص لنا الحاجة شكلها حلو جدا والطارة اشتهر منها اشكال كتير جدا تضرب تبحثوا عن نت لو انتو هتلاقوا هتلاقوا اشكال كتير جدا تاخدوا الصورة يا عمو والنبي لو سمح عمو هاقضوا بالكو عمو عمو لو سمحت ممكن تعملي الطارة دي حاضر يا حبيبتي اعدي علي بعد نصف ساعة حاضر انت بقى فنيني براحتك اتمنى يكون فيديو لذيذ ولطيف وخفيف ما يكونش طويل وعالفاضي بس بحاول ان انا قد ما قدر افتكو وان انا حاول اصور على قد ما قدر كل حاجة انا بعملها لان في حاجات كشغل قديم جدا انا ما كنتش بصوره وندمان عليه جدا ندمان شغل كتير كان حلو عملته زمان ندمان انا كل حاجة كنت بقول انا لسه هصور ولسه هلبس عشان اصور ولسه هعمل ازبط الدنيا ولسه ازبط الكاميرا ومش لاقي حد يصورني فزمان ضيعت فرص كتيرة جدا وفيديوهات كان ممكن تفيت ناس كتيرة جدا بسبب ان انا بكسل فعلى قد ما قدر بحالة تصور لكو كل حاجة وفي فيديوهات والله العظيم عندي قديمة بكسل اعمل لها منتاج وانزلها هتلاقوا ممكن تلاقوا ده فيديو جديد هتلاقوا مثلا فيديو جديد كده شكله حلو متصور حلو ومزبوط وبتلاقوا فيديو مسلا قديم انا ساعتها كنت لسه مش مش قوي في التصوير ما كنتش عارفة امت زبط الزاوية ساعة ايدي كانت بتسرح كده مع نفسها انا مش عارفة ومش شايفة اني ترى هي ترى ايدي اصلا بينا ولا لأ فكان الموضوع صعب شوي فهنزل لكم فيديوهات برضو من شغل مني قديم ولو في اي تعديل او اي حاجة هعملهلكو تاني وقلولي في الكومنتات رأييكم في الحاجات دي كلها في سنية الشابكة الحلوة البسيطة دي وكمان التارة وكمان التارة التانية دي شوفوها برضو في الفيديو اللي فات لان هي خدت وقت مني شوية وقلولي رأييكم ايه وما تنسوش تعملوا لعيكم سابس كراب للكانا وما تشوفوني انا ميل ليسي وديه كناتي واشكركم جدا على حسن متابعتكم واستحملكم له اسمها ايه اشتركوا في القناة اشتركوا في الجيب اثنوش تشوفو yang ضيوفي بتانطارة كنت تغليب